من أكثر الناس اللي ليهم بصمات في الفن ومع ذلك قليلين أو اللي يعرفوها منا بنت عدل الكوعي الشاعرة الغنائية اللي اقترن اسمها بتامر حسني وأحمد سعد إيه هي بسمات من القوعي في الفن واللي اقترن اسمها بتامر حسني وأحمد سعد كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في تقريرنا ده منين ما تلاقي احتفالية حلوة دلوقتي ولا مهرجان حلو أكيد أكيد هتلاقي وراء اسم بنت عدل الكوعي أكيد كلكم طبعا عارفين عدل الكوعي الأستاذ الكبير مهندس صفقات النادي الأهلي والمسؤول عنها بس قليل فيكم خالص اللي يعرف من عدل الكوعي مع إنها يا جماعة مشهورة قوي في وسطها الفن اللي تميزها في العمال اللي بتقوم بيها منها يا جماعة هي بطلة والسر في أشهر الحفلات والأغاني الموجودة على الساحة الفترة دي انتوا عارفين كلمات الأغاني اللي كانت في حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد أهل الأغاني دي منها هي اللي كتبها بالضبط بالضبط اللي الأغنية بتاعت تامر حسني ارفع إيدك من عدل الكوعي حفرت اسمها بحروف مندهت في الساحة الفنية والسينمائية من خلال كتابتها أغنيات أكبر مهرجانين سينمائيين في مصر كتبت قبل كده كلمات أغنية دقية مزيكة للفنان رامي عياش وتم اختيار الأغنية لتكون الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة سينمائي في دورته الرابعة وتم تقدمها في حفل الافتتاح وإعادت إطلاقها بعد مهرجان في شكل فيديو كلاب بضم نخبة من النجوم وكمان قدمت أغنية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته اللي فاتت وتعاونت فيها مع المنتج الموسيقي لبناني جان ماري رياتشي ولحنها الفنان إيهاب عبدالواحد اللي بالمناسبة تخطبوا البعض السنة اللي فاتت بعد قصة حب كبيرة قوي بين الاثنين من القعي اللي ما يعرفهاش فهي كاتبة وبتكتب أغنية الغزالة ريئة وقالت إنها من شاطرتها كتبتها في العربية وهي سيئة ولما المخرج بيتر ميني كلمها عشان أغنية في فل قررت وقتها منها إنها تقدم للأغنية دي وعملت بالفعل شغلة حلوة قوي معها ومش الأغنية دي بس اللي اشتغلتها من القعي وكانت مشهورة ده فيه كمان أغنية كلكم دلوقتي بتعرفوها بترددوها وهي أغنية اختياراتي مدمر حياتي اللي غناها الفنان أحمد سعد في فيلم أحمد فاهمي الأخير وهي في الأصل أغنية ساخرة من القعي قالت قالت عنها قبل كده وقالت إنها بتعبر عن الناس اللي بيعملوا قرارات خاطئة والأغنية دي كلها لبعضها تكتبت في ربع ساعة لما كلمها أحمد فاهمي على أغنية وكانت متأكد إنها هي اللي هتبدع فيها اللي في تفحيات منها العدلي الكوعي إنها شغالة مع أكتر واحد معروف في الوسط الفني إنه زم الكاوي الموزع الموسيقي أحمد طارق والاتنين عاملين مع بعض شغلة عالي العالة على الآخر منها اللي والدها عدلي الكوعي مهندس صفقات الأهلي شغالة مع أحمد طارق ابن طارق يحي كابتن نادي زمالك السابق أنتم متخيلين المكس ده مع بعضية عمل إزاي؟ في النهاية وقبل ما أختم الفيديو ده بأكد عليكم تكتبوا رأيكم عن مانة عدلي الكوعي في التعليقات وتكتبوا إن كنتم تعرفوها قبل كده ولا لأ؟